على الزواج أو المقبلين على تجديد حياتهم الزواجية وكلاهم اسمه المقبل على الزواج فالمقبلين على الزواج محتاجين شوية مهارات وإحنا ابتدينا من فترة نتكلم على فكرة التمهير الزواجي ولما بقعد أتأمل كده إيه المهارات اللي ممكن تخلي الزواج أكثر صلابة وأكثر قوة وأكثر مناعة ويبقى أكثر كمان عافية وأكثر كمان صحة الجواز عمل زي بني أدمين بالزبط بياخد من صفاته يعني تلاقي إنسان عفي تلاقي إنسان قوي الجواز كذلك من المهارات اللي تخلي الجواز عفي مهارة مهمة جدا 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 بالذات في الوقت اللي احنا عايشينه ده في الوقت اللي احنا عايشينه ده فيه مهارة مهمة جدا 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 لأن حياتنا بتبقى مليئة بالتحديات وملئة بالأشياء اللي ممكن تخلي الواحد في حال التهديد وعشان كده عشان التحديات وعشان التهديد وعشان المخاوف وعشان القلق عشان ده كله احنا محتاجين مهارة كده تخلي الجواز صالب طوله من أهم الحاجات اللي بتخلي الجواز صالب طوله مهارة اسمها الاحتواء الزواجي مهارة بيحتاج فيها كل شخص انه يكون فوق سلوته وسط ملاز آمن يحس ان الاسرة بالنسباله هي الحصن هي كهف الامان من متاعب الحياة ومن الوجع انا لما اتكلمت عن الاحتواء الزواجي كتير منكم دلوقتي قال يا سلام كتير من الناس لما بنقولهم ان الزوج والزوجة محتاجين احتواء مش بيكونوا فهمين يعني ايه احتواء الاحتواء يا سادة معناه ببساطة شديدة ان الواحد يحس في حالة ما شريك حياته ووفر له الاحتواء انه هو دخل في كنفه انه هو خلاه حاسس انه هو ليه ظهر ويكون حاسس ان فيه حد بيفهمه وبيتفهم مشاعره وبيقدرها وبيحترمها ومش بس بيحترمها ده كمان بيقدرها من غير اي نوع من انواع الانتقاص او الملامة ويا سلام لما يكون الاحتواء بيحمل نكهة انا مقدر بدون انتقاد وبدون ازى وبدون تنمر الاحتواء يا سادة معناه ان يكون الانسان متفهم دوافع الانسان اللي محتاج هذا الاحتواء وانه دوافع دي مش حاجة تفهى مش انه هو للأسف مش فاهم الحياة لا ده هو فاهم الحياة وكمان احنا مقدرين نفاهمه ده للحياة ولذلك الانسان لما بيكون في حالة احتواء بيشعر بشعور غريب بيشعر بشعور وكأن الدنيا كلها خلت من الوجع لما يحس بالاحتواء وكأنه في حالة من حالات الشعور بانه دخل الجنة الاحتواء ده ممكن يوصلنا لكده اوه الله ممكن يوصل الانسان لكده فالاحتواء من بين الزوجين والاولاد والاسرة كلها بيخلي الاسرة عفية ويئن اللي بيحصله وبيحصن افرادها من اربع حاجات مؤزية قوي في حياتنا ويخليها في ادنى مستوياتها بيصنهم من ايه بيصنهم من التوجع من كثرة التوجع فيخليه في ادنى مستوياته وكثرة التصدع ويخليه في ادنى مستوياته يعني ايه كثرة التوجع الناس اه اه انا موجوع انا موجوع لما الانسان يكون بحاس في احتواء يقل للوجع يقل للوجع ليه لانه حاسس ان هو بيد داوى بيجبر بخطره فيحس ان الوجع قلي ويقل للتصدع مش كل شوية تجدوا بيقولك انا خلاص حياة انتهد انا خلاص اتكسرت وما ليش قومة انا لا تلاقيه داوى تفقدنا مستوياته ويقل لي كمان الفزع ويقل لي الجزع يعني ايه يقل لي الفزع ما تلاقووش قاعد وخايف خوف مالوش نظير لا هو في حالة فيه اطمئنان ويقل لي الجزع يقل لي الحزن المر التقيل لا يبقى الحزن حتى لو مر عليه يمر وهو حاسس ان فيه حد عاشين معه الحزن فالامور تعدي ترجمة نانسي قنقر